السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استنكرت نقابة المحامين بالمغرب ما وصفته بالتصريحات المسيئة للمحاميات والمحامين من طرف وزير العدل عبداللطيف وهبي حول اتهامهم بالتهرب الضريب وتهديدهم والتحرير الضهم معلنة رفضها المبدأ لتطاول وزير العدل على مهنة المحامات النبيلة ومضت نقابة المحامين في اتهام يوهبي بما اسمته بمحاولة للمسي بصورة مهنة المحامات بمناسبة الخوض في قضايا لا تندرج ضمن الاختصاصات المسندة لوزارة العدل مقابل استنكاف عن مقاربة الاشكالات الكبرى المعيقة للمهنة باعتبارها ركنا جواريا في منظومة العدالة وفاعلا مركزيا في تحقيق الامنين القانوني والقضائي وهو الاستنكار الذي عبرت عنه نقابة المحامين بالمغرب في اعقابة التصريحات التي اطلقها وزير العدل في وقت سابق تحدث فيها عن عدم وفاء بعض المحامين بالجزاماتهم الضريبية وهو ما اتار قدب نقابة المحامين عليه واصفة هذه التصريحات بالاستفزازية والمسيئة وقالت نقابة المحامين بالمغرب في بلاغ لها انها تابعت باستغراب شديد التصريحات الاستفزازية لوزير العدل المسيئة للمحاميات والمحامين عبر خرجاته الاعلامية المتتالية التي تضمنت الادلاء بمغالطاتهم وفاءهم بالتزاماتهم الضريبية واتهامهم بتهرب الضريب والتحددهم كما طالبت النقابة الدولة باقرار نظام ضريبي ملائم يراعي خصوصية المهنة وكذا الوضعية المادية المزرية لاغلب المكاتب كما يؤخذ بعين الاعتبار مراجعة معدلات الضريبة المفروضة على المهنة مطالبين بالاسراء باخراج قانون مهنة متطور وحداتي ينسجم مع المبادئ الدستورية ويستجيب للمعايير الدولية